طبعا 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 التايم لاين والسوشيال ميديا كلها غير آنا صور من الجونة لأن فعاليات مهرجان الجونة في دورته استبعى بدأت يوم الخميس اللي فات طبعا ما فيش حد ما بيحبش يتابع المهرجان ومن وحنا قاعدين على الكلب نقوم رأينا في الفساتين وفي الميكب وفي الشعر وكلنا بنعمل فاشن بوليس ايه بقى اللي بيحصل هناك وبنشوف الأجواء والفنانين ومن الحاجات اللطيفة قوي اللي أنا شفتها كان فيديو لمحمد فراج وكان نسمى المومة حواليه عشان كانوا بيتابعوا النهائي بتاع الأهلي والزمالك ولما الأهلي كسب جري وتنطط في قلب المكان وكنت حاسة أنه بيت عيلة كبير يعني المهرجان السنة دي حضروا نجوم كتير جدا من مصر ومن الوطن العربي والعالم كمان والملاحظ أن المهرجان السنة دي سيطرت عليه الأجواء العائلية ويعني كل نجمة كان كمان بصحبة زوجته وأبنائه أو خاطبها أو يعني كده كلنا عيلة في بعض المهرجان بدأ يوم الخميسة 24 وهيستمر لغاية 1 نوفامر بشكل عام مهرجانات السينما بتساهم بشكل كبير في تطور صناعة السينما ودعمها وكمان بتشجع السياحة والتواصل بين الثقافات ولازم نحرس كلنا على نجاح النوع ده من المهرجانات عشان بس مع ناس بتقول إيه لازمتها ومصاريف وفلوس ومش عارف إيه لا 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 هي حاجة مهمة جدا 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 وبتحط مصر في حتة كويسة جدا جدا مقارنة تنبيق دول العالم كلها